كم مرة سمعت بقصة شخص فقير وجد محفظة مليئة بالنقود فبحث عن صاحبها وردها له وكفأه الأخير ببعض النقود قصة تقليدية ليس كذلك؟ هذه المرة لدينا نفس القصة من اليمن لكن بطلها طفل الطفل اسمه حسام الجدسي حسام الجدسي عمره 16 عاما ويعمل سائق ميكرو باص في تعز كيف؟ لا أعلم لكن انظروا إنه يقود بمهارة هكذا يبدو المهم أنه وجد محفظة نسائية في ميكرو باصه وبداخلها مبلغ يعادل 400 دولار أمريكي أو أكثر بقريب وحين عثر عليه ذهب إلى والدته بهد وخبأه معها وظل يبحث عن صاحبة هذا المبلغ وهذه المحفظة قيل لي إن مبلغ الأربعمائة دولار تكفي لمعيشة طبعا أسرتين متوسطتين لمدة شهر تشتري أربعة خواريف يمكن أن تشتري أيضا خمسين كيس من القات يخزنها خمسون رجلا في جلسة واحدة فهو قانوني هناك طبعا المصور حسام القليعة نشر تغريدة على فيسبوك أو بوست على فيسبوك يقول في هذه التغريدة إحدى قريبات فقدت محفظة وردية اللون بداخلها مبلغ أرف الريال السعودي ومبلغ يامني بجواره بداخل باص في حي الثورة مغرب اليوم أكتب هذا المنشور لعل وعسى أن يكون من وجد المحفظة ابن حلال ويعود الحق لأصحابه ببساطة تصل الطفل حسام على الفور بصاحب هذا المنشور قال له يا أخي المحفظة معي وهي بكل محتوياتها تفضل هذه هي ردها لقريبتك المصور نشر هذه الصورة مع المحفظة وكتب في تغريدة شكرا عادت المحفظة لأصحابها طبعا الطفل حسام لم يأخذ أي مكافأة من النقود التي في داخلها أو لم يعرض عليه لكن سيلا من المديح والثناء أتى له على مواقع التواصل الاجتماعي إيناس إيناس تقول حسام 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 لا هذه تغريدة إيناس عذروني إيناس تقول تحية له ولي والدته العظيمة لأجل التربية العظيمة فهذا ما يدل على أنه غني في نفسه قليلون في هذا الزمان بهذه الأخلاق وعزة النفس كل التقدير والاحترام مريم تقول في تغريدتها أصبحت مثل هذه التصرفات وكأنها غريبة وعجيبة بالرغم من أن هذا هو الأصل الذي جاء به الإسلام فيبقى أهل اليمن هم أصل العروبة مهما قسط الظروف والحروب وتأزمت الحياة فهم ذو أمانة وخلق وأرق أفئدة بالنسبة من الجزائر هذه التغريدة أتت تقول ويارا لا غربت على أهل اليمن أهل الأصل والشموخ والعروبة الفتحية من أهل السلام والمحبة من الجزائر إلى اليمن السعيد فقط تغريدات لا هناك أيضا مكافآت أتت عبل شكل تغريدات ووصلت إلى هذا الشخص رجال أعمال بدأوا بإهدائه هذا من أهداه خمسمائة ألف وهذا من أهداه مئتي ألف حتى تجاوزت المبالغ التي جمعها مليون ريال يمني يعني أكثر من ألفي دولار يعني خمسة أضعاف المبلغ الذي كان موجود بداخل المحفظة وهو أربعمائة دولار ليس هذا فقط فهناك هدايا عينية أيضا موبايل ثلاث دورات إنجليزي منح أكاديمية كدورات الكمبيوتر منح صحية للعلاج مجانا في عدة عيادات أسنان له ولأمه عيادات أخرى للأنف والأذن والحنجرة مثلا تقول له أهلا وسهلا بك وبكل أقاربك أظن أن هذه الهدايا طبعا دعائية وتشجيعا له هناك مؤسسة خيرية اسمها فجر الأمل كرمت الصبي بحضور وجهاء المدينة ضمن برنامج تعزيز القيام الإسلامية أسمع تحية دليل إنهم ضيق أي شيء أو أي حاجة بيكون زعلن شيء بيكون زعلن عليه لأنه أنا لو ضيعت 500 ريال بجرس زعلن أنا ومقول ما بلقوا بهذا المبلغ الكبير أكيد بيكونوا فرحين يعني سعيدين إن رجعتهم حقهم المبلغ شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها